بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بابٌ من الشرك الاستعاذة بغير الله من الشرك الاستعاذة بغير الله وقول الله تعالى وأنه كان رجالٌ من الإنس يعوذون برجالٍ من الجن فزادوهم رهقا قال الشارح يستعيذُ بالله أن يلتجِئ ويعتصِم هربًا مما يُذِيه أو يُهلِكُه إلى ربِّه ومالِكِه جلَّ جلاله واعتصَمَ واستجارَ به والتجَاءَ إليه وهذا تمثيل وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء واللتجاءَ إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب أي التذلُّل بين يدي الله والإفتِقَار والإفتَار إليه والتذلُّل له أمرٌ لا تُحيطُ به العبارة فعلى المسلم أن يستعيذَ بالله من كل ما يخاف قاله ابنُ القيِّم رحمه الله تعالى قال ابنُ كثير رحمه الله الاستعاذَة هي الالتجاءُ إلى الله والالتصاقُ بجنابِه من شرِّ كل ذي شر والعياد يكونُ لدفع الشر العياد طلبُ دفع الشر واللياد لطلب الخير اللياد طلبُ الخير العياد طلبُ دفع الشر واللياد طلبُ الخير قلتُ وهي من العبادات الاستعاذة من العبادات التي أمر الله تعالى بها عبادة كما قال تعالى وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وأمثالُ ذلك في القرآن كثير كقوله عز وجل قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ فَمَا كَانَ عِبَادَةٍ لِلَّهِ فَصَرْفُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ فِي الْعِبَادَةِ فَمَنْ صَرَفَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ لِغَيْرِ اللَّهِ جَعَلَهُ شَرِيكًا لِلَّهِ فِي عِبَادَةِ وَنَازَعَ الْرَبِّ بِإِلَهِيَّةِ كَمَا أَنَّ مَنْ صَلَّى لِلَّهِ وَصَلَّى لِغَيْرِهِ يَكُونُ عَابِدًا لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَا فَرْقٌ هكذا جميع العبادات لا تكونُ إلا لله فصرفُها لغير الله شِرْكٌ وكُفر كما سيأتي تقريرُه قريبًا إن شاء الله تعالى وقول الله تعالى وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا قال المُعَلِّق في قُرَّةُ الْعِيون قال أبو جعفر ابن الجرير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجالٌ من الإنس يبيتُ أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول أعوذُ بعزيزِ هذا الوادي فَزَادَهُمْ ذَلِكَ إِذْمًا كان يستعيذ بكبير الجن وهذا كفر الجن ما يملك كل شيء وقال بعضهم فَزَادَ الْإِنْسِ الجن باستعاذتهم بالجن باستعاذتهم بعزيزهم جراءةً عليهم الجن تجرَّؤوا على الإنس لما رأوهم يخافونه وَزَّادُهُمْ بِذَلِكَ إِذْمًا وقال مُجَاهِدْ رحمه الله فَزَّدَادَ الْكُفَّارُ طُويَانًا وقال ابن الزين وَزَادَهُمْ الْجِنْ خَوْفًا فَلَا يَجُوذُ لِلْمُسْلِمْ أَنْ يَسْتَعِيذَ بِغَيْرِ اللَّهِ فالجن ما يملكون شيء كما أخبر الله عنهم أن سليمان عليه السلام صخر الله له الجن ولما مات سليمان عليه السلام وهو متكي على عصى ميت وهم يعملون ويكدون يخافون من بطشه وهو ميت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته دابة الأرض التي تأكل القشب أخذت العصى أكلت العصى سقط ميتا عليه السلام وهم لا يدرون ميت أمامهم ما يدرون الجن ما عندهم شيء ولا يعلمون شيء فيجب أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا اللهم لا تسلِّط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا قال ابن كثير رحمه الله أي كنا نرى أن لنا فضلاً على الإنس الجن قالوا كنا نرى أن لنا فضلاً على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا أي إذا نزلوا وادياً أو مكاناً موحشاً من البراري وغيرها كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجلٍ كبيرٍ وذمامه وخفارته ولما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقاً أي خوفاً وإرهاباً وذعر حتى يبقوا أشدًا منهم مخافة وأكثر تعوذًا بهم إلى أن قال قال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم رحمهم الله فزادوهم رهقاً أي خوفاً الجن زادوا الإنس خوفاً وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما فزادوهم رهقاً أي إثماً وكذا قال قتاد رحمه الله وذكر أن الرجل من العرب كان إذا أمس بوادٍ قفرٍ ليس فيه ناس وخاف على نفسه قال أعوذ بسيِّد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد كبير الجن نعوذ بالله وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله لا يقدر على شيء وقال ملا علي قاري الحنفي رحمه الله لا يجوز الاستعاذة بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية وقال قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيمٌ عليم فاستمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له انتهى ملخصا فنعوذ بالله من الشرك والكفر والنفاق والضلاء قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفيه أن كون الشيء يحصل به منفع دينيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك فيجب الابتعاد عن الشرك فالأمر كله لله يُطلب من الله جل جلاله وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نستعيذ بالله جل جلاله إذا قلت ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك فإذا نزلت منزلا أو أنت في بيتك قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الله يحفظك لا يضرك شيء لأن نواصي الخلق بيد الله ما أحد يقدر يعمل شيء إلا بإذن الله جل جلاله هي خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية رضي الله عنها يقال لها أم شريك ويقال إنها هي الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت قبل تحت عثمان ابن مضعون كانت زوجة عثمان ابن مضعون رضي الله عنها قال ابن عبدالبر رحمه الله وكانت صالحة فاضلة خولا كانت امرأة صالحة فاضلة رضي الله عنها قوله أعوذ بكلمات الله التامات شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بالله عز وجل بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته بأسماء الله وصفات الله جل جلاله بيده الملك سبحانه وتعالى قال القرطبي رحمه الله قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب أعوذ بكلمات الله التامات الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر وقيل معناه الشافية الكافية وقيل الكلمات هنا هي القرآن فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء القرآن الكريم هدى وشفاء لأمراض القلوب وأمراض الأجساد وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى ولما كان ذلك استعاذا بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه أي المستحب أن مرغب فيه وعلى هذا فحق المستعيذ بالله أو بأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه يعني أن يكون صادقا في دعائه أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه إذا دعوت بهذا الدعاء يكون من قلب خالص وتؤمن أن الله يسمعك ويجيبك جل جلاله قال شيخ الإسلام النتيمية رحمه الله وقد نص الأئمة كأحمد رحمه الله وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذ بمخلوق وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق لأن الاستعاذة به وكلام الله صفة من صفاته غير مخلوق فالجهمية وأهل الضلال يقولون الكلام كلام الله مخلوق وهذا قول باطل كلام الله صفة من صفاته عز وجل قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك ولهذا نهى العلماء رحمهم الله عن التعاذيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك الكلام الذي يقوله بعض المخرفين وينفغ الناس لا يجوز الرقية لا تجوز إلا بآيات القرآن وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن القيم رحمه الله ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده وإن لم يسمي ذلك عبادا ويسميه استخداما وصدق هو استخدام من الشيطان له فيصير من خدم الشيطان وعابديه وبذلك يخدمه الشيطان لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عباده فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به فلا يجوز الذبح للجن ولا الخوف من الجن بل يجب الاستعاذ بالله عز وجل كثير من الناس يذبح للجن خوفا منه إذا أراد أن يؤسس بيت يحفر الساس ويذبح ذبيح سوداء ويرش الدم يقول هذا للجن خوفا أن يذيه وهذا شرك الذبح للجن شرك قل أياه بالله وقوله من شر ما خلق قال ابن القيم رحمه الله أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إنسيا كان أو جنيا أو هام طير ويسمى البوم كانوا يتشاؤمون به قال المعلق الهام ما كان أهل الجاهلية يتوهمونه طائرا أو شبهه يتصور فيه روح مقتول لا تزال تنادي على قبره بالأخذ بثاره وهي خرافة من خرافاتهم أبطلها الإسلام وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى المرض ما ينتقل بنفسه ولا طير التشاؤم شر ولا هام الطير لا يعلم شيء ولا ولا يجوز التشاؤم به ولا صفر أي كانوا يتشاؤمون من شهر صفر وقيل أن صفر دود في بطون بعض الناس كانوا يزعمون أنه يعدي فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم العدوى كلها قال ابن القيم رحمه الله أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره إنسياً كان أو جنياً أو هاما أو داب أو ريحاً أو صاعقة أو أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة استعيذ بالله من شر كل ذي شر وما هاهنا موصولة وليس المراد بها العموم الإطلاقي بل المراد التقييد الوصي والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر لا من شر كل ما خلقه الله فإن الجنة والملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس فيهم شر والشر يقال على شيئين على الألم وعلى ما يفضي إليه قوله لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك إذا قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضرك شيء حتى ترتحل إذا قلت ذلك بإيمان ويقين وإخلاص قال القرطبي رحمه الله هذا خبر صحيح قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وقول صادق علمنا صدقه دليلا من الرسول هو الصادق الأمين وتجربة يقول القرطبي رحمه الله فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه أني كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني أقرب بالمهدية ليلا المهدية اسم مكان لم يقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فلدغته أقرب فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات فعلينا أن ندعو بهذا دائما أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله لا يضر معسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم